اشتركوا في القناة ما اخدتش الخطوة ان شاء الله بكرة اخدها ربنا يقوي ايمانا ويجعلنا ممتفلين لامره لكنها سمع ان الحجاب مش فريضة فمهزوزة افكر في الموضوع اصلا ولا مفكرش وبدأت تبعد فكرة الحجاب دي عن نفسها سبب ان هو اصلا شيء مختلف عليه فخلينا في السهل اهو مش فريضة لا استنوا تعالوا النهاردة يا جماعة تعالوا النهاردة نسمع كلام ربنا وكلام سيدنا محمد عليه السلام وكلام العلماء في الاربعتشر قرن اللي فاتوا يا ترى هم كانوا بيختلفوا في المسائل دي ولا ده ثوابت من ثوابت الدين وهوية الدنة وانا عايز بس ابدأ حاجة كده خلي الكلام النهاردة بسيط انا عارف ان الحجاب من الفرائض اللي مش سهلة في الزمن ده على البنات وانا عارف انه اختبار كبير وخطوة كبيرة جدا ضخمة لما بنت تتحجب وابقى مشفق جدا على كل بنت مهزوزة او بنت قلعة الحجاب بشوف الفتن حواليها ربنا يكون فعون البنات وانا بشوف ان هو من احد انواع جهادات العصر ان البنات يحفظوا على حجابهم عشان كده لنهاردة لا جاي اتكلم بنوع من الفوقية انت ازاي مش متحجبة ولا جاي اقول حرام عليك انت سبب فتنة المجتمع انا مش هتكلم باللغة دي انا جاي اقول يا جماعة هو فرض وربنا يقدركم يا محجبات ثباته وانا ما خادتش خطوة الحجاب لازم تقتنع لو هو فريضة ويالله واحدة واحدة مع ربنا سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة